السؤال اللي بعد كده بيقول حكم نشوز الزوجة بسبب المشاكل المادية والزوجية طيب أنا عايز بس أتكلم قبل ما تكلم على حكم نشوز الزوجة بسبب مشاكل المادية والزوجية طبعاً نشوز الزوجة حرام واسم ومن أعظم الاسم لكن السؤال قبل ما تتكلم عن نشوش الزوجة انا عايز اتكلم عن حسن معاملة الزوجة بقى ما ما تتسرعش ما تجيش تقول لي انت كده جاي اصلا اقولك اللي بيحصل انا ممكن على فكرة نتكلم على الاحكام مجردة واطلع بقول كلام كل واحد بسألني يبقى هو مبسوط بالكلام بتاعي بس وبعدين والمجتمع واللي احنا عايشينه الظروف المادية دي هي الزوجة دي لما بتتكلم وبتقول انا مش قادر اعيش العيشة دي لان هي اللي بتصرف في البيت لو هي مش قصيلة وما بتحملش ده تبقى هي قاثمة لو تركت بيتها انا اظن ان انت اصدك ان هي تركت بيت لو تركت بيتها تبقى قاثمة لكن لو هي مش قادرة تدير البيت وزوج بيقول لها هو ده اللي عندي وتصرفي عارف اقول لكم حاجة عشان بس تفهموني بعض الاحيين انا بقول لك اللي واقع اللي قدامي واهالي اللي بتمشي من البيت بيحسوا بده اللي هي ايه هي عندها مشكلة في الموارد في البيت وعندها مشكلة كمان في الزوج في العلاقة الخاصة واني الزوج بيمارس معها العنفة وبيضغط عليها عارف بتروح بيت اهلها ليه اقول لكم بتروح بيت اهلها في بعض الاحيين لان هي خايفة على نفسها من الفتنة ان زوجها هي فضل يعملها بالطريقة دي وزوجها والمرأة عندها حق غريبة اوي عندها ارتباط كده في عقلها من ان هي لو ما عندهاش موارد مالية هي بتخفع العرضها ليه لاني انا لو زوجي مأثر في مصاريف البيت انا لو احتاجت المصاريف عامل ايه انا ممكن اقع في الخطأ فبتروح تحتمي باهلها طيب نعمل ايه لازم ننصح الطرفين انصح الزوج بانك انت في الوقت اللي احنا في ده توسع مواردك يعني ايه بلاش طريقة والله انا راجل موظف اعمل لكم ايه اشتغل تاني ما انا لسه اقل في الحلقة كلام سيدنا سوفان السورة عليك بجهاد الابطال الكسب الحلال والسعي على العيال حسن مستوىك الاجتماع حسن اشتغل شغلانة واثنين ما فيش من باتة دايما يعني انا دايما في البيات اقول فيه بياتين البيات الاولاني البيات الزوجة اذا باتت المرأة وزوجوها عليها غطبان فلان تشمل راحت اجنب او باتت تلعنى الملائكة في روالتين او التاني برضو من باتة كلا من عمل يده باتة مغفورا له فما تأملوش يعني ما تاخدوش واحد وتسيب التاني يعني ما تخليش الزوجة تقول لها هو دا اللي عندي وتصرفي بتخاف الزوجة من كلمة تصرفي على فكرة انا بقول لكم الزوجة لما تقولها هو دا اللي عندي وتصرفي هي بتخاف من الكلمة دي مش هي عايزة تبغضد وعايزة تستت وعايزة واجب لك منين هي في قلبها وانا اجيب لك منين وكلمة اجيب لك منين دي عندها خوف على شرفها ما تسأليش ازاي بس انا بقول لك اللي في قلوب الستات فانت دلوقتي وانت بتكلمني على مسألة يعمل ايه الزوج لما الزوجة تكون ببساطة عندها هزي الحالة اللي هي حالة ايه؟ الحالة اللي انت بتسميها دلوقتي ايه؟ بتسميها نوع من انواع النشوز ببساطة خالص انا قلت ان النشوز حرام ان المرأة يبقى عندها نشوز دا حرام ومن اكبر الاسم لكن ازاي السؤال اللي انت مسألته ديش هو ماذا؟ هو ان ازاي ارجع زوجتي الى ايه؟ الى بيتي ترجع زوجتك الى بيتك انك تأمنها وتغير من حياتك واذا كنت مأثر في الكسب تروح تزيد من الكسب وساعتها انصالح البيت انا كلمتكم كده بايه؟ بان السؤال ده تمس سؤال بس عن فتوى لان السؤال السطري ده لازم يتقرر اللي وراه ايه اللي حاصل؟ انا جيت على الرجالة انا جيت مع الرجالة عشان ينوروا بيوتهم بمسئوليتهم وبرعايتهم فعشان كده لازم نكون كده